بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل مصاب إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أتواصل معكم أحبتي وهذه الأسئلة التي تطرح وهذا السؤال في هذه الحلقة لماذا خرج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام للإجابة على هذا السؤال لا بد من إيراد الحديث الذي صدر عنه صلوات الله وسلامه عليه حيث قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إن شاء الله منه نجيب هذا السؤال أيضا هناك سؤال أيضا آخر استتبع هذا السؤال بإذنه تعالى طبعا أحبتي كما تعرفون أن من فروع الدين هو الأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر من فروع الدين الحنيف فإذا رأينا أي أمر سلبي أو أيضا بيرتكبه مقابل لا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وهذه الأمة صارت خير أمة لأنها تقوم أو تأمر بالمعروف وتنهى المنكر ويقول النبي صلى الله عليه وآله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لا يمكن أن يقول الإنسان أنه ليس لي علاقة بهذا الأمر هذا الولد في الشارع سرق أو اعتدى على بنت من البنات مثلا هذه ليست بنتي أو لم يسرق داري فأنا ليس لي علاقة بهذا الأمر لا أنت كل الألاقة لك الآن أجيب فأذم مثل لو نحن في سفينة في باخرة وقام أحد المسافرين بجلب مسمار ومطلقة ويثقب جدار السفينة هل يمكن أنا كمسافر أو كراكب للسفينة أن نقول ليس لي علاقة؟ لماذا؟ لأنه إذا ثقبت السفينة بيتور أنها ليست ملكي لكن إذا ثقبت السفينة ويدخل الماء إلى داخلها سوف نغلق جميعا إذن لا بد من منعه هذه الفائدة فهذا الذي يسرق دار جاري أو جيراني غدا سيأتي ويسرق داري هذا الذي اعتدى على بنت الجار غدا سيعتدي على بنتي أو عرضي إذن لا بد من المنع على كل حديث طويل في هذا المجال هناك حصل إعوجاج في مسار الأمة أصبح يزيد حاكماً راعياً لهذه الأمة فعلى الإسلام السلام لذلك ذكرنا هذا الفراغ الفقهي والعقائدي الذي عاشته هذه الأمة احتاجت لمن ينهض ويعيد هذا المسار ويقيم هذا الإعوجاج إذن هنا الإمام الحسين روحي فداه يقول أني لم أخرج أجراً ولا بطرة ولا مفسداً ولا ظالمة يعني أنك غرض من هذا الخروج إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله فواجب المعصوم أن يقيم الإعوجاج الآن المعصوم هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني إذا قام أحدنا بفعل معين أمام المعصوم والمعصوم سكت معناة عملي صحيح إذا المعصوم نهاني عن هذا العمل فإما أن يكون عملي فيه إثم يعني محرم أو مكروه فلابد من أن نهي في هذا الأمر إذن كيف بهذا الإعوجاج الكبير الذي حصل في هذه الأمة طيب فهنا خرج الإمام بأبي وأمي لكي يقيم هذا الإعوجاج يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فخرج بهذا العدد القليل الذي كان معه من أهل بيته وأيضاً كانت هناك جموع أخرى قد خرجت مع الإمام الحسين عليه السلام ظنّاً منهم أنه سيملك وسيملكون معه ويحصلون على ما يحصل عليه الإمام أوقفهم يريد أن يغربل يريد نوعه وقف وخطب قال خط الموت على ولد آدم مخط القلالة على جيد الفتاة كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فتفرق عنه الناس قال كلمته المعروفة الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانه إذن بقي هذا العدد القليل هذه الثل المؤمنة التي يصيطها ووجودها في قلوب أو في قلبي كل مؤمن من المؤمنين أسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نسير على نهج إمامنا الحسين عليه السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر